هذا البرنامج برعاية بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكو حلقة جديدة مع كورة كل يوم نهاردة سيكون عندنا حلقة مميزة جدا إن شاء الله عندنا أخبار متنوعة أخبار عن منتخب مصر أخبار الدوري المصري أو الأندية المصرية هنتابع كاس الخليج والمباراة الافتتاحية النهاردة والتعادل الإيجابي في أول مباراة في البطولة ما بين المنتخب السعودي والمنتخب القطري وبعد شوية هتبدأ المباراة التانية في نفس المجموعة مباراة المنتخب البحريني مع المنتخب اليمني هنتابع نتائج الممتاز بين النهاردة في كل المجموعات المجموعات الستة عندنا فقرة عالمية مميزة جدا المتشاط اللي وديه اللي بتتلاعب حالياً في الأجندة الدولية برازيل فازت على تركيا 4-0 هولندا بتخسر من المكسيك 3-2 الأرجنتين بتكسب كرواتيا 2-1 عندنا مجموعة من المتشاط والأهداف الجميلة والفقرة العلمية اللي بيعدها زمينا محمد أبو الليل وفي اختام برنامجنا أو في الجزء الأخير هيكون معايا إسلام صادق أحمد الخضري ويعني نستعرض بقى كل الأحداث اللي تمت في الأسبوع الحالي في كرة كل يوم إن شاء الله نبدأ أول حاجة بمنتخب مصر منتخب مصر بيواصل تدريباته خلاص ناقص 48 ساعة على المباراة المهمة والمصرية بالنسبة لمنتخب مصر أمام المنتخب السنغالي يوم السابت وعايز أقول لكم حاجة يعني كل الناس بتتكلم في التشكيل إحنا نفسنا تكلمنا في التشكيل لكن في النهاية في النهاية كابتن شوقي غريب ليه حساباته الجهاز الفاني ليه حساباته من خلال طريقة لعب المنتخب السنغالي من خلال طريقة الأداء داخل الملعب من المباراة إيه هدفه المباراة هدف الفوز إزاي أداء المساعات على المنتخب السنغالي سيستم والاستراتيجي أو الاستراتيجية بالنسبة لمنتخب مصر داخل الملعب هتكون إزاي ده اللي حيحدده التشكيل والغاية دلوقتي كابتن شوقي طبعا بيفكر في التشكيل لكن خلاص يعني نهاردة الخميس أعتقد بنسبة 90% تشكيل جوه دماغ كابتن شوقي غريب لكن احنا طبعا مش عارفين التلات مراكز اللي احنا لغاية دلوقتي لغاية دلوقتي فيه تكهونات كتيرة يعني حتى النهاردة سمعت كلام جديد كده إن فيه كلام على أحمد فتحي في مركز المساك جنب محمد نجيب وأن أحمد المحمد أو حازم إمام ناحية المين وصبر رحيل ناحية الشمال يعني فيه كلام كتير جدا 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 كان فيه كلام تاني يقولك طبعا حسام غالي بيجيد الحتة اللي في القلب في قلب الملعب يلعب هو محمد نجيب اللي اتنين جم بعض كاتنين مساكين ويبقى محمد نجيب هو اللي بيمسك وحسام غالي هو اللي بيغطي ووجود أحمد فتحي ناحية المين أو ناحية الشمال يعني كلام كتير جدا كلام كتير جدا تكهونات كتيرة جدا لكن محدش يقدر يعرف التشكيل اللي هيلعب به كابتن شوقي غريب ولكن عايزة حط يعني جملة كده أقولكو جملة تحتها عشر خطوط كابتن شوقي مش هيلعب في الفرق كتير كابتن شوقي غريب مش هيلعب في الفرق كتير عن مباراة بوتسوانا المباراة اللي هي الأولى اللي كانت هناك والمباراة التانية كان التشكيل واحد طريقة اللاعب واحدة كابتن شوقي عايز يحافظ على نفس العناصر اللي كانت موجودة في المطشين عنده تلات إصابات فحيشيل لعيب ويحط لعيب أعتقد مش هيغير مراكز لعبك كتير داخل الملعب عشان ما يفقدش الفرق التجانس أو الشكل اللي ظهروا بيه في مباراة بوتسوانا يعني من وجهة نظر هيشيل مهاجم العمر جمال ويحط مهاجم اللي هو عماد متاب أو يروح ملاعب تريزيجي يبقى تلاتة هو وليد سليمان ومحمد صلاح تلاتة ومتعي بيكون على دكة البودلاء وخلد أمر وفيه طبعا عرفة السيدة عندنا وفيه محمد سالم أعتقد اللي هو مش هيقدر يستغنى عن عمر السولية في نص الملعب مع إبراهيم صلاح ومحمد النيني عشان يستحوز على الكورة ويدغط على منتخب السنغال إن خط الوسط هو أقوى الخطوط في المنتخب السنغالي منطقة الباكليفت دي بقى هي المشكلة هي اللي فيها كلام كتير جدا جدا هي دي اللي ممكن تعمل تغيير في شكل المنتخب رغم أن أنا بقول لكم إن كابتن شوقي مش عايز يلعب أو يغير في خطوط الفريق كتير لكن هي دي هل يلعب صابر رحيل على طول يبقى شارل محمد عبد الشافي للإصابة وحط صابر رحيل ويرايح دماغه ولا يلعب أحمد فتحي ناحية الشمال حاجات كتير جدا 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 لكن يعني في النهاية في النهاية كابتن شوقي هو الأقرب هو حاسب حساباته هو يعني حيشوف محتاج إيه من المطش الجاي عايز يهاجم من ناحية الشمال لو قفل ناحية الشمال طب ألعب بأحمد فتحي طب لو عايزي هاجم ورحمة لعب صابر رحيل طب أحمد فتحي ناحية الليمين أكتر ولا في نص الملعب ولا ناحية الشمال كل الحاجات دي يعني نقدر يعني من خلال 48 ساعة اللي جايين كابتن شوقي غريب وجهازه الفني يعني بيفكر طبعا وبيحسب الحسابات لغاية آخر وقت ولغاية دلوقتي زي ما قلتلكم احنا دايما هم تمن لعبين ضمنين أماكنهم في المنتخب أو في التشكيل الأساسي التلاتة الآخرين اللي هما اللعيبة اللي هتخش مكان اللعيبة اللي أصيبت محدش يعرف مين فيه طبعا ترشيحات وإحنا تكلمنا في الكلام بقى إسبوع بنتكلم لكن هنسيب القصة لكابتن شاوي بالتوفيق إن شاء الله في المباراة القادمة نهار دا المنتخب الأولمبي عمل مباراة كبيرة جدا يعني مباراة أمام المنتخب السوداني الأولمبي وفوز كبير جدا على المنتخب السوداني الأولمبي في استاد الدفاع الجوي 5-0 مباراة قوية الشط الأول انتهى بهدفين لمنتخب مصر هدف عن طريق رامي ربيعة وبعدين الهدف الثاني أحد لعب المنتخب السوداني أحرز هدف فيه مارما وبعدين كهربا جاب لهدف التالت شكري ناجيب الهدف الرابع لاعب النادي الإسماعيلي وكهربا جاب برضو الهدف الخامس لمنتخب مصر في الشط التاني في نهاية المباراة وفوز كبير لمنتخب مصر مع المنتخب السوداني النهاردة أنا شايف ما شاء الله ما شاء الله يعني مش عايز أحسدهم ماشيين بخطة سابتة أداء المنتخب الأولمبي بيتطور من مباراة أخرى تفرجنا عليه في الشهور اللي فاتت أمام المغرب مطشين في المغرب لعب برضه أمام منتخب عمان هنا في القاهرة النهاردة أمام المنتخب السوداني يوم 18 عنده مباراة مع منتخب عمان الأولمبي في عمان ومسافرين يوم السابت إن شاء الله فعايز أهني كابتن حسين البدري على المستوى المميز وفوز الكبير النهاردة المنتخب الأولمبي 5-0 على المنتخب السوداني مبروكا كابتن